أريد واحد جسر أطلب من عندك وجوي وجه نائب رئيس هيئة الحيد الشعبية أبو مهدي المهندس بتشكيل مديرية القوى الجوية في الحيد الشعبي فيما كلف صلاح مهدي حنطوش مديرا لها بالوكالة وبحسب وثيقة صادرة عن الحيد الشعبي فان المهندس استند للأمر الديواني المرقم 79 لسنة 2014 وصلاحيات المخولة إليه بتشكيل هذه المديرية وأضافت الوثيقة أن المديرية الجديدة استحدثت لمقتضاة المصلحة العامة ليش كل هالسنين أبو مهدي ما عنده قوة جوية شو عنده لن مكتب عقارات كل هذا السواب بدون قوة جوية هذا بري فقط زين هي القوة الجوية التابعة لقوات المسلحة منه لازمها لعد والله يا خالو أنا عبالي أنت لازمها بس شوف بابا شون يستحرم الرجال ما رادي يمديد على القوة الجوية مالتنا قرر الكون نفسه يسوي له قوة جوية برايفت وهاي قصة نجاح المفروض يشارك بتدكس وهذا يسمى فصل الدولة عن أبو مهدي يلا أخيرا يعني لقيت لقوة جوية تحميني وتحمي جمهوريتي من قصف مشابهة يعني كنا نتعرض لقصف وإشياء أنا متأكد أكون ناس مغرضين راح يعرضون هذا القرار ويعرضون وجود قوة جوية ثانية تابعة لأبو مهدي بالإضافة لقوة جوية الرسمية مالتنا تتابعة القوات المسلحة العراقية ويحاولون إفشال هذا المشروع الطموح البناء من خلال دس السنب الصواريخ وصفت عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي المعترضين على رفض الحجد الشعبي بمديرية القوة الجوية بأنهم تنقصهم الغيرة الوطنية ولا تهمهم مصلحة البلد وما يتعرض إليه من مخاطر وصفت حالف الفتح كل من يعارض رفض الحجد الشعبي بقيادة القوة الجوية بأنه يدرج بخانة المتأمرين على العراق لأن التاجدات الخارجية ما زالت قائمة ويجب التصدي لها بقوة واقتدار خوانة ومتأمرين وناقصين الغيرة ليش تحكوا عن مالكي؟ عاش تيتكم نستكتون الرجال شاف العراق ما راح يتصلح كونترول أي شفتو دليت انتر كونترول أن بلشة بيض وأي مؤارضين لهذا الخبر متأمرين على العراق وتنقصهم الغيرة الوطنية وأني منطلق أنه السياسة الواقع أريد أدافع عن هذا القرار طلعوا لي جميع قناة ما أجبه هذا الخبر أريد أجيبه بقفة إيدي أجيبهما من أعترف على الخبر الرافدين الشرقية الحرة من أبقفة إيدي أبقفة إيدي نفى مصدر مخول في هيئة الحجر الشعبي صحة صدور قرار بتشكيل قيادة للقوة الجوية تابعة للحجر الشعبي وقال المصدر أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بصدور قرار بتشكيل قيادة للقوة الجوية للحجر الشعبي وكانت وسائل إعلام قد تداولت كتابا يحمل التوقيع نائب رئيس هيئة الحجر الشعبي أبو مهد المهندس يشير إلى إصداره أمرا بتشكيل مديرية القوة الجوية في الحجر ويكلفه صلاح مهدي حنتوش مديرا لها بالوكالة قناة العهد بثت خبر تشكيل المهندس لقوة جوية بعدين قناة العهد حجت على وسائل الإعلام اللي بثت خبر كاذب عن تشكيل المهندس لقوة جوية اللي هي قناة العهد يعني قناة العهد جاي ترزل بقناة العهد لأن ده تشذب إحنا متفقين أتشذب بس ركزلي على المصداقية ركزلي على الحيادية ركزلي على الإعلام المهني المسؤول ركزولي على أجيبك في قفة إيدي هسا شبيش ولا عهد شبيش بيش يا ولي بيك ولا قيس بيك يا ولي بيك ولا قيس صار لساة فشر على المغرضين المعارضين لهذا القبر وطلع على الخبر تجذب لعد العصائب وحسن سالم والبيانات طلعوا اللي ما إجابهم الخبر نواقية صغيرة والفتح سووا الناس متأمرين على العراق همزين أبو ألاء ما حتش عشان طلعناك ببت يعني العهد سووا مثل ما يسوي أبوك لما يعوف القلاس بمكان ويمشي ووقعه ويقول هذا يا زمال حط القلاس هنا ومثل لما نريد رزلك أبوك يقول لك ابن سير النعال أبو مهدي بها الفترة صار ما يخوف صراحة يا جماعة ها صار ثاني بياني نزلة ويقعد فالح الفياض الصبح يقول لأبو مهدي ايش بيك ولا جماعة بيك ولا صار الحش على أبو مهدي ما يعتبر تحدي صراحة خربان اللي كان مخربها قامي بث أخبار كاذبة بعد ما يجي بيشير شو ودي التقني لأجل السلام بس لا يا جماعة هاي أخبار كاذبة بيها صواريخ وقوة جوية يعني الموضوع موسهل وين حيلك اسم تعال 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 اسمعك نكتة تعال يحيي المحمدي ما عليك واخر دعي جيوب مهدي واخر تعال 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 جوال اسمع هلت سمعت آخر نكتة لو لا آخر نكتة ما سمعت حتى أنا ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شكرا